اشتركوا في القناة حفظه الله ورعاه وما تليه الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للقطاع الشبابي والدفع باشراكهم بفاعلية ضمن فريق البحرين ليكونوا جزءا اساسيا في بناء مستقبل الوطن واشنر ميحي الى ان النسخة الثانية من برنامج رهان المستقبل شهدت مشاركة كبيرة من الشباب حيث تقدم للبرنامج اكثر من 280 شابا وشابة تم قبول 49 منهم بعد خضوعهم لاختبارات ومقابلات شخصية وشارك المقبولون في برامج متنوعة من اجل تقديم المبادرات المبتكرة التي تتعلق برسالة واهداف المعهد وخلال الحفل الختمي للبرنامج تم الاعلان عن تحقيق المركز الاول من قبل مشروع شخصية الطف الفهد فيما فاز بالمركز الثاني مشروع بودكاست عمق وحل بالمركز الثالث مشروع صوت الاجيال وتم منح جائزة الابتكار لمشروع استحداث خدمة التحليل السياسي في المنصة الالكترونية للمعهد اهتمام وعناية كبيرة بفئة الشباب يوليها معهد البحرين للتنمية السياسية بهدف خلق جيل مميز يتمتع بمستوى عالم من الوعي الوطني ومسلح بالخبرات والمهارات اللازمة وفق اعلى معايير التدريب والتأهيل ويأتي برنامج رهان المستقبل في نسخته الثانية تأكيدا على اهمية تطوير المهارات ليكون الشباب البحريني قادرا على المشاركة في النهضة الشاملة للوطن وتعزيز مكتسباته برنامج رهان المستقبل مستمد من كلمة صاحب الجلال الملك المعظم عندما قال بأن الشباب هم رهان المستقبل وفعلا اليوم مثل ما نشوف كل الدول تكون في حرص تام على موضوع اشراك الشباب في كل البرامج برنامجنا يغطي كثير من النقاط اللي احنا في حاجة لها للمستقبل موضوع القيادة واعداد القادة موضوع المستقبل بشكل عام اليوم نحن في زمن سرعة زمن التكنولوجيا اللي فعلا يكونون الشباب هم القادرين على المساهمة والمشاركة والقادرين على الاستمرار في اي مشروع من خلال معرفاتهم من خلال قربهم من هذه التكنولوجيا الحديدة ثلاثة مراحل أساسية خاضها المشاركون شملت في مرحلتها الأولى تقديم دورات تدريبية وورش عمل أما المرحلة الثانية فتضمنت عددا من اللقاءات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين فيما جاءت المرحلة الثالثة بتقسيم المشاركين على ثمان مجموعات من أجل تقديم المبادرات المبتكرة التي تتعلق برسالة وأهداف المعهد مبادرتنا كانت شخصية كرتونية ننشر لها حلقات قصيرة مدتها دقيقتين إلى دقيقة ونصف يعني تم نشر في الوسائل التقليدية والرقمية الهدف أن ننشر الوعي السياسي ونعرف فئة الأطفال والناشئة بالهوية الوطنية وبحقوقهم التي نص عليها الدستور وواجباتهم والبرنامج فرصة أن نلتقي بقادات من صناع القرار التي تعلمنا منهم الكثير مبادرتنا التي قدمناها لمعهد البحرين للتنمية السياسية اسمها بودكاست عام طبعاً البودكاست يسلط الضوء على شخصيات وطنية بحرينية برزة في المجال السياسي والاجتماعي والثقافي لأننا نريد أن نوصل الوعي السياسي بشكل عام إلى مجتمع البحرين بشكل كافة مبادرتنا مبادرة صوت الأجيال هي مبادرة تستهدف طلبة المرحلة الثانوية في المدارس بحيث يتم تعزيز الوعي السياسي وتعزيز ثقافة الديمقراطية والحوار عندهم هذه المبادرة التي قدمناها عن طريق برنامج رهانو مستقبل عزت لدينا ثقافة الحوار عزت لدينا عمل الجماعي عن طريق العمل كفرق تأينا كفريق فكرة استحداث أداة فاعلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف بشكل أساسي إلى التدقيق السياسي والقانوني على كل ما يكتب من مقالتين وخطابات سياسية طبعا وهذا بهدف يعني إيصال مملكة البحرين إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة شركة فعالة بين المعهد ومختلف المؤسسات مكنته من التميز في تقديم برامجه والتفرد في تخريج كوادر وطنية قادرة على القيادة في مختلف ميادين العمل للنهوض بمملكة البحرين نحو مزيد من التقدم والازدهار برنامج رهان المستقبل برنامج مكن الشباب من خلال عدة مراحل وساهم في جمع المبادرات المبتكرة للوصول للتطوير الإيجابي شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين